السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبع قناة أخبار الوظيفة مرحبا بكم في فيديو جديد إذا لقد تم الإعلان عن مباراة المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة عدد المناصب هو 280 240 منصب تخصص العلوم القانونية أو الشريعة و40 منصب العلوم الاقتصادية أو التدبيرية والنسبة للاختبار يجرى يوم الأحد 28 إناير تخصص العلوم القانونية أو الشريعة أي كل اختبار يوم 8 إناير في حين أن العلوم الاقتصادية أو التدبيرية أي كل اختبار يوم 23 إناير المهم أننا سنتحدث لكم في هذا الفيديو على الشروط وكذلك الوثائق التي ستحتاجه ثم طريقات التسجيل وقبل ما نبدأ ما تنسى وجد دعمني والاشتراك وتقوم بتفعيل زر الجرس ليصلكم أي جديد بالنسبة للشروط فرع واضحين السين على الأقل 18 سنة و45 سنة على الأكثر ضروري ستكون حاصل على شهادة الإجازات في العلوم القانونية أو الشريعة وكذا العلوم الاقتصادية أو التدبيرية بالنسبة للتسجيل يكون عبر الموقع الإلكتروني آخر أجل الترشيح هو 10 نومبر من سنة 2023 على الساعة الرابعة ونصف بعد الزوال قبل ما تدخلوا تسجلوا ضروري تكونوا موجودين بعض الوثائق التي ستحتاجها أثناء التسجيل من بينها نسخة من بطاقة وطنية للتعريف تكون على شكل PDF وكذلك نسخة من شهادة الإجازة وكذلك بعض الوثائق الأخرى التي تدهم المترشيحين لفضعية إعاقة أو الذين يحملون صفات مقاوم أو مكفول أماء أو عسكري قديم إلى آخره إذن هذا هو كل ما يخص عنه الشروط وكذلك الوثائق المطلوبة الآن سننتقل مباشرة لشرح طريقات التسجيل بالنسبة للرابط التسجيل أنا سوف نحاول أن نزل لكم في صندوق الوصف أولاً على الدخول للرابط إذن هنا أعضر لكم تسجيل جديد وسبق لك التسجيل ثم أضغطوا في تسجيل جديد وهنا دعوا يقرأوا هذه التوجيهات عمليات حول التسجيل الإلكتروني لطلب الترشيح أولاً يجب كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بعناية ودقة لأنها ستسجل بصفة نهائية ولا يمكن تعديلها بعد قبول التسجيل الإلكتروني لن يكون بإمكان مترشح الذي أغفل بعض البيانات المطلوبة من تسجيل طلب ترشيحه بعد أن يؤكد المرشح أنه راجع جميع البيانات الشخصية المطلوبة واطلع على الشروط الخاصة بالمشاركة في المباراة يطلب منه الإشهاد على ذلك ثم يسجلها بصفة نهائية إذن هنا نضغطه هنا في الأسفل تم الإطلاع على البيانات أعلى نضغطه في تسجيل طلب الترشيح ونعدر لكم هذه الصفحات قمومة المعطيات الشخصية هذه المعلومات السهلة لا داعي لشرحها بالتفصيل أولا الاسم العائلي باللغة العربية والفرنسية ثم الاسم الشخصي إضافة إلى رقم بطاقة الوطنية هناك تختار الجنس وجد ذكر ولا أنته تختار على سبيل المثال ذكر هنا تاريخ الازدياد ثم مكان الازدياد إضافة إلى العنوان الإلكتروني يعني البريد وهنا العنوان الشخصي باللغة العربية والفرنسية كذلك رقم الهاتف ثم اسم الأب وكذلك اسم الأم هنا الحالة العائلية تختاره واش عازب متزوج مطلغ أرمل نعمله عازب وهنا هل أنت من دول الاحتياجات الخاصة يعني إذا كنت من دول الاحتياجات الخاصة تعمل نعم أما إذا ما كنت من دول الاحتياجات خاصة هتعمل لا ونفس الأمر هل تحمل صفة مقاوم أو محارب أو عسكري قديم هتعمل لا أم لا نعم وهذه الخانة خاصة بالموظفين العاملين بإدارات الدولة والجماعات الترابية يعني هتطلبون منكم تعملوا رأم التأجير من بعد ما كنت دخلوا هذه المعلومات هيتطلب منكم تحميل البطاقة الوطنية للتعريف على شكل PDF والمطار الشيحي لفضيعة إعاقاء تطلب منكم تحميل الملف كذلك على شكل PDF إضافة إلى شهادة تثبيت صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم نحن نكتفي فقط بطاقة الوطنية للتعريف إذن كتضغطوا في اختيار الملف لقد قمت بتحميل الملف من ثم من اللي كتقموا إدخال جميع المعلومات هتضغطون في الأسفل أشهدوا بصحة المعلومات من ثم ستضغطون في تسجيل المعطيات الشخصية وهنا أعضر لكم الصفحات الثانية هنا كتختاروا واش هتسجلوا في تخصص الاقتصاد والتدبير ولا العلوم القانونية أو الشريع مثلا أنا غد نسجل في العلوم القانونية أو الشريع نضغط هنا في تسجيل الترشيح من بعض أعضر لكم هات الصفحة كتختاروا أولا هنا مركز المباراة مثلا اشتنجات طوان الرباط إلى آخره ثم هنا هتقموا إدخال نوع الدبلوم كذلك هنا هتختاروا التخصص يعني العلوم القانونية أو الشريع من بعض هتقموا إدخال السنة اللي اخذتوا فيها الدبلوم والمؤسسة المانحة للدبلوم يعني اسم الكليا اللي اخذتوا فيها شهادة الإجازة كذلك هنا في الأسفل هتطلب لكم تحميل الدبلوم على شكل PDF من بعد ما قمنا باختيار مركز المباراة وكذلك اخترنا الملف الخاص بشهادة الإجازة عن الدبلوم هتقموا بالضغط هنا في الأسفل في هذا المربع أشهدوا بصحة المعلومات المضمنة بطلب الترشيح من ثم ستقوموا بالضغط زيل الطلب هناك تبقى لكم آخر مرحلة وهي طباعة طلب الترشيح يعني على الضغط فهذه الطباعة طلب الترشيح هكذا وهنا في الأخير سيظهر لكم وصل طلب الترشيح يعني رقم الطلب ثم تاريخ الطلب إضافة إلى مركز المباراة والمعلومات الخاصة بكم وهنا فهد الحالة كتكونوا انتهيتوا من عمليات التسجيل غير هو أبغد نوضح لكم واحد نقطة أثناء عملية تصوير الوتائق حاولوا تستخدموا شي تطبيق كي يقوم تصوير الوتائق بشكل واضح مثلا كام سكانير إلى آخره والوتائق يكونوا على شكل PDF وكذلك الحاجم يعني كل ميله ما يتجوش واحد الميجا كما لاحظتم فهذه هي طريقة التسجيل في مباراة المنتدبين القضائيين تخصص العلوم القانونية أو الشريعة أو العلوم الاقتصادية والتدبير في الأخير قبل ما نختم هذا الفيديو كنتمنينا لإعجابكم وما تنسوش تدعموني بالاشتراك وتقوموا بتفعيل زر الجرس ليصلكم أي جديد والتوفيق والسلام ترجمة نانسي قنقر